معنا من جنين اللواء سمير عباهر الخبير الاستراتيجيسي تلواء أهلا بك حينما نقول أنه مر عام الآن على الحرب وحينما تقدم إسرائيل أو يقدم نتنياهو كشف حساب عن هذه الحرب عسكريا ما الذي حققته إسرائيل؟ مصاري الخير للمشاهدين الأعزاء نعم غدا هو السابع من أكتبر مرور عام على الحرب التي أشرفها إسرائيل في الضخط الغربي وفي غزة وبالتالي على ما يبدو أن نتنياهو وحكومته أصبحوا في سباقه مع الزمن من أجل حسن الماركي سواء كان في الشمال والجنوب وهذا واضح من خلال التصعيد المنج الأخير الذي جرى في غزة وفي جنوب لبنان ما حدث في غزة الليلة الماضية بأن هناك هاجمون قامت بعملية هجمات على المستشفيات وعلى المساجد وتمكنوا من قتل عدادا كبيرة من المواطنين الفلسطينيين وعدادا من الجرحة وكذلك في منطقة الشمال أيضا كانت هناك هجمات كوية ضد المواطنين وضد العزل وتمكنوا من استشهد عدد كبير المواطنين الجديد في الموضوع الذي حدث في منطقة الشمال أمس بأنه وزعوا منشورات على المواطنين بضرورة إخلاء المناطق الشمال والتوجه إلى الجنوب فورا وحددوا لهم سكف زمانية واندزمانية على أساسهم غضرة المنطقة وهذا يتمهى مع عملية الجنرارات وعملية الترحيل التي أرادوها من مدة من شمال غزة على اعتبار أنهم يريدوا إبعاد المواطنين المدنيين إلى غزة وإبقاء العسكريين أو المقاتلين من حماس والذين تقدرون إسرائيل بخمسة ألاف مقاتل على اعتبار بأنهم سيخيروهم إما الموت وإما ما تفدي بأنفسهم وهذا ناتج من حسابات إسرائيلية بأنها تريد أن تحسن معركة وانتقال إلى مرحلة أخرى من التسوية السياسية بالمناسبة إسرائيل لا تستطيع تحمل تبعات حرب طويلة وهذا واضح جدا من خلال الضغوط الدولية أن تم تمارس على إسرائيل داخليا وخارجيا الضغوط الداخلية قد تكون أفضل الضغوط الخارجية على إسرائيل أين هي هذه الضغوط فيما تتمثل هذه الضغوط؟ الضغوط الداخلية تتمثل بأنه يجب التسريع بالإفراج عن الأسراء الموجودين لدى حماس وبالتالي الإعادة المشردين إلى الشمال هذه هي أحد الضغوط الضغوط أيضا من خلال المعارضة الإسرائيلية التي طالب بضرورة إيجاد حل لإنهاء الحرب وبالتالي الانتقال إلى مرحلة أخرى الضغوط الخارجية تتمثل في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي الولايات المتحدة أيضا ضربها بعد الضغوط إناكا ومنها الملق الإيراني ومنها الملق في حزب الله لكن لا تبدو هذه الضغوط الأمريكية واضحة سيادة اللواء لأنه الولايات المتحدة تقول أن الشيء الحقيقي الوحيد المؤكد أنها مع إسرائيل قلبا وقالبا أيضا فيما يتعلق بالضغوط الداخلية خفتت هذه النغمة أو هذه النبرة قليلا خاصة عن إسرائيل ماضية الآن في جنوب لبنان وهناك تأييد شعبي لهذا القرار نعم نعم خفتت الضغط لكنه هناك لازل الضغوط بأتبار بأن الإسرائيل لديها انتخابات حاليا نطريد أن تجري انتهاد الانتخابات في أجواء الولايات المتحدة تقصد نعم نعم طيب بالتالي هذا مطالب إسرائيل حاليا من مطالب الولايات المتحدة حاليا من إسرائيل بتخفيف الضغط على أكلتهم فيما يتعلق بالمنف الإيراني هذه الضغوط وإذن لذلك الولايات فرنسا الوزير الخارجي الفرنسي أجرى وقالب ساخن مع وزير الخارجي الإسرائيلي وطالبه بعدم ضرب بإيران أو إذا كانت بعدم ضرب أهداف استراتيجية في إيران نعم هناك ضغوط أيضا أوروبي على إسرائيل نعم طيب سيادة اللواء بنظرة استراتيجية عامة على المشهد بعد مرور عام هل حققت إسرائيل أهدافها في قطاع غزة؟ لا هي لا تحقق أهدافها نهائيا في غزة سوى عمليات القتل والإبعاد وتدمير المؤسسات هذا اللي حققت لا تحقق أي نتاج سياسي عادة الهدف يكون النتاجه سياسية لغاية لأنه لا تحقق أي هدف سياسي إسرائيل ودائما النتاج سياسية تأتي بعد الحرب من خلال انفاوضات من خلال اتفاقيات من خلال تسويات هذا اللي يمكن أن يصبح وعلى ما يبدو أن إسرائيل تريد أن تشتد في حربها في كافة المناطق على أساس إرغام أو وضع الجهات الأخرى بتحت الضغط للكمول بأي شروط بالتسويه ودائما عادة إسرائيل تطفر شروطها فيه وتحاول أن تحقق هذه التسويه بشروط إسرائيلية ولذلك تزيد الضغط على هذه السواء على حماس أو في غزة في الضغط الغربي في الجنوب اللبناني بضربات موجعة بسقط عداد من البتلى سيادة الواء بسؤال أخير وإجابة سريعة من فضلك من الملاحظ أن إسرائيل تترك بعض المناطق أو جيش الاحتلال يترك بعض المناطق ثم يعود إليها مرة أخرى ما هو التفسير في مسألة العودة لمنطقة جباليا مرة أخرى وتطويقها في هذه الأثناء ما الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة؟ نعم تعتقد إسرائيل أن يكون تتسلل لها بعض المقاتلين من الفلسطينيين وبالتالي هذا هو أعطيتهم الأمان بالبداية يعطي الأمان ومتركها فارغة لكنها تعتقد أن هناك أعطي المجال يمكن أن يعود إليها بعض المقاتلين وبالتالي عادت إلى حصارها وإلى مهاجمتها هذا هو الهدف الذي إسرائيل تسعى لهم شكرا ضيفنا من جينين اللواء سمير عباهر الخبير الاستراتيجي شكرا